شاهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مرسم توقيع اتفاقية بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بشأن بدء الاستعدادات والتحضيرات لعقد الدورة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي المقرر انعقاده في القاهرة خلال شهر نوفمبر 2024 يعد اختيار مصر لإصدافة الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي تتويجا للعديد من النجاحات التي تضمنت حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية على جائزة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال العمران المستدام في عام 2021 وكذلك النجاح الملموس في استضافة قمة المناخ في شرم الشيخ قب 27